اهلا بكم كل عزائي المشاهدين وكل عزائي المتابعين وكل اصدقائي وحبيبي من كل انحاء العالم ومن كل انحاء الوطن العربي ومن كل انحاء الدول العربية الحبيبة والشقيقة اهلا بكم في قناتكم قناة سر للغاية فادي فكري مع مواضيع مهمة جدا 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 ويعني من الاخبار المفاجئة بتاعة عشرين اتنين وعشرين وما زلنا في تحذيرات من الفيروسات اه قبل كده انتهينا قلنا او عمالين لسه بنعاني من فيروس كورونا والكلام اللي تقال على موضوع ان في حرب بيولوجية وان في معامل بتحضر فيروسات وفي كده محدش عارف الحقيقة فين بعدها جت موضوع الكبد الوباء الغامض اللي ظهر ومحدش عارف نوعه ايه لهو فيروس سي ولا فيروس بي ولا دي ولا ايه ولا ايه ولا اي نوع من انواع فيروسات الكبد بعد كده دخلنا في موضوع جودري الكروض واللي لسه حتى الان بيظهر في دول وبيزداد يوميا كل يوم بعد يوم والنهاردة بدأنا في قصة الفلوانزا الطماطم والفلوانزا الطماطم من اكتر حاجة خطر فيها انها تصيب الاطفال بشدة والاطفال اولا فعشان كده بنقول لكم انقذوا اطفالكم هنعرف في حلقة النهاردة الفلوانزا الطماطم بتيجي ازاي والوقاية منها ازاي واعراضها ايه واحنا مش عارفين عام عشرين اتنين وعشرين زي ما قالوا المنجمين ولا المتنبئين ولا الحروب اللي احنا فيها اه هو عام فيروسات وعام وباء ولا في ايه ولا دي حرب فعلا بيولوجية كمان هنتكلم على اخبار كتيرة جدا كمان منها اهم تقرير جاي من الامم المتحدة ومن كل المحللين الاقتصاديين بتاع السنوات العجاف بدأت ان احنا هنبدأ نعاني من سنوات عجاف اه فربنا يسطر وكله بيأكد ان المجاعة قادمة اه هنعرف اه ايه هو اللي بتقال وليه قالوا كده وليه نزله التقرير دوت بالذات النهاردة واليومين اه دولت اه قبل ما نبدأ جماعة لازم زي ما انا عودتكم وزي ما انا خدت عهد على نفسي هنلتجي الى الله ناخد الطاقة الايجابية ونطلب من الله رفع غضبه عن البشرية في هذا العام وتاخدوا معايا سواب انا بطلب من هذا الدعاء السواب فقط ويريد حضرتك تاخد السواب لانك لو كتبت امين مش هتخسر حاجة خالص ولكن ممكن تكسب كتير وكتير جدا كمان اه فهنقول لالله سبحانه وتعالى اللهم ارفع عنا البلاء وادفع عنا الوباء وانظر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين امين اللهم ارفع عنا البلاء وادفع الوباء وانظر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين امين كلمة امين اللي هتكتبها يمكن تبقى هي مصدر فتح ابواب كتيرة لحضرتك وتشجع غيرك لما تكتبها انه يكتب امين وتشجع غيرك انه يرددها ويقول امين فهذا العام عام الوباء والغلاء والبلاء كمان بذكر حضرتكم يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك والشير لهذا الفيديو اولا انت عم الفائدة على الاخرين فانشره وشيره ثانيا اللايك هو الحاجة الوحيدة اللي بتفيدنا من المجهود اللي احنا بنعمله دوت فاتمنى من حضرتك تعمل اللايك دلوقتي عشان نركز في اللي جاي واكون شاكر ليكم وسمحوني واعذروني على صوتي ده واخد دور بردو ربنا يستر انه ما يكونش حاجة تاني بس دور جامد جدا جدا مأثر على صوتي ولكن محبتش ان انا ما عملش الفيديو لانه مهم جدا موضوع الفلونزة الطماطم ملازم نحذر ونعرف بدأت فين وفانهي دولة هنبدأ الاول الجولة بتاعتنا النهاردة ونشوف موضوع المجاعة والدنيا اللي مقلوبة على شبح المجاعة فعندنا هنا اول تقرير من محللين اقتصاديين وده بتاريخ يوم الاثنين تلاتين مايو عشرين اتنين وعشرين الاثنين تلاتين مايو عشرين اتنين وعشرين بيقولوا شبح المجاعة يطل برأسه جراء تأثير الحرب الروسية في الغذاء قبل ما نخدش في التفاصيل عشان التفاصيل مهمة عايزك برضو تشوف بسبب المجاعة وكلة الغذاء وارتفاع الاسعار شوف مثلا هنا في بريطانيا بريطانيا اللي هي تعتبر من اعظم الدول او الدول العصبة الكبيرة بسبب ارتفاع نسب التضخم متاجر بريطانيا تشهد ارتفاعا قياسيا في معدلات السرقة السرقة في المتاجر يا جماعة او في المولات او في محلات البيع وصلت لمليارات مليارات وهنقول لكم التفاصيل ايه لكن تخيل لما يبقى سرقة الغذاء بالمليارات في محلات والمولات الخاصة ببيع الاغذية كمان هنا ارتفاع كبير في ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا في فرنسا حصل كده وفي امريكا حصل كده بيقول لك ان ارتفعت الاسعار المواد الغذائية في السويد بشكل كبير خلال الشهور الماضية مما جعل ظاهرة سرقة المواد الغذائية من المتاجر السويدية ترتفع وغالبا ما تكون السلعة المعرضة للسرقة باهزة السمن مثل اللحوم والاسماك والمكياج وكذلك القهوة والتي ارتفع سعرها في السويد بنسبة تصل الاربعين في المية وهذا تسبب في زيادة حالات سرقة القهوة من على رفوف المحال التجارية الكبرى في السويد مثل متجر ويلز وفق ما نقلوا تقرير للتلفزيون السويدي يعني ده مش واحد بيقول اي كلام ده التلفزيون السويدي الرسمي هو اللي بيقول كده وجايبين اسامي المتاجر مثلا وان المبلغ 8.5 مليار كراون قيمة المسروقات يعني احنا نحمد ربنا ان الشعوب العربية ما فيش الكلام ده حصل فيها وان حصل بتلاقي لو حد سرق بيسرق يا جماعة لمجرد الجوع فعلا يعني تلاقي اللي بيسرق بيسرق عشان ياكل لكن هناك وصلت ان دولة شعوب المفروض انهم متقدمين وشعوب المفروض دول كلها سعادة وكلها عيشة رغضة وكلهم معاهم فلوس ما وصلتش للدرجة اللي فيها بعض الدول العربية من الفقر المتجع اللي حاصل في بعض الدول العربية ولكن وصل السرقة بسبب ارتفاع الاسعار ل8.5 مليار كراون وبالذات السويد وقلنا برضو في بريطانيا وقلتلكم لو جبنا الاخبار كلها هنلاقي كمان في فرنسا وامريكا ومعظم الدول العظمة ولكن ده يبين قد ايه احنا شعوب لسه عندنا الالتزام والواعز الديني لسه عندنا يعني الكرم للي مش لاقي ياكل بيلاقي غيره وبيعطف عليه وبيلاقي غيره وبيساعده لسه عندنا حاجات كتيرة قوي من شيم واخلاق العرب فياريت ياريت ان ربنا ينعم علينا كمان بحل الازمة دي وما نوصلش زي ما وصلت اوروبا في البهدلة اللي موجودة فيها طيب عايزين نكمل بقى شبح المجاعة يطلب رأسه اه ونبين برضو الخبر اه اكتر عشان الخبر مش باين هنا اه تمام فنبين كده شبح المجاعي اطل برأس وجراء تأثير الحرب الروسية في الغذاء طيب نقرأ الخبر ونشوف ايه اللي عبارة عن ايه شبح المجاع اللي بيتكلموا عنها بيقولك في تقرير حديث وصادم وحذرت منظمة الاغذية والزراع العالمية الفاو من ان نحو 220 مليون شخص سواجهون الجوع نهائيا وانعدام الامن الغذائي خلال العام الحالي 2022 مع استمرار الحرب الروسية في اوكرانيا وظهور تدعياتها على سوق الغذاء العالمية بص يا جماعة لما اقولك انعدام الغذاء وانعدام الامن يعني دولة اللهم مش هيلاقوا اللقمة يعني اللقمة يعني المجاعات اللي كنا بنشوفها زمان في اه افريقيا والناس اللي بتوصل بتبقى لحم على يعني جلد على العظم زي ما بيقولوا فالتقرير ده بيقول كده وفي الوقت نفسه حذر الامين العام للامم المتحدة من مجاعة عالمية تستمر لسنوات بسبب هجوم روسيا العسكري ضد اوكرانيا ومن اجل تأمين الامدادات الغذائية في العالم اطلقت فاو نداء عاجلا بعد ان دفعت الجائحة مئات الملايين من الناس الى الفقر في ظل نقص الامدادات الغذائية وقالت ان الزراعة في عديد من البلدان معرضة للخطر نتيجة للحرب الروسية داعية الى اتخاذ اجراءات على نطاق واسع وتسببت الحرب الروسية في اوكرانيا في تفاقم ازمات الغذاء مع تسجيل ارتفاعات قياسية في الاسعار حيث تعتبر روسيا واوكرانيا مصدرين مهمين في اسواق الحبوب العالمية كما ان موسكو واحدة من اجبر ضبر مصدري الاسمدة في العالم ومع استمرار الحرب فقد تفاقمت ازمات انعدام الامن الغذائي بالدول الفقيرة بسبب ارتفاع الاسعار فطورة الدين العالمي يرى محلق صادي ان سلة الغذاء العالمي تواجه عديد من الازمات في الوقت الحالي وقبل الحرب الروسية في اوكرانيا كانت جميع دول العالم في مواجهة صعبة مع ازمات التوريد والامدادات بسبب التداعيات العنيفة التي خلفتها جائحة كورونا واوضح للانديبندت عربية ان الحرب الروسية في اوكرانيا فاقمت ازمة الغذاء بالفعل حيث سجلت غلبية الاسعار مصدريات قاسية وهو ما يزيد من حجم العجوزات التي تواجهها الدول وجميع دول العالم نقص حاد في الوقت نفسه من المتوقع ان تدفع الحرب دول العالم الى مواجهة نقص امدادات الغذاء خلال الاشهر المقبلة ازلم يتم اعادة الصادرات الاوكرانيا الى مستوياتها ما قبل الحرب وهي من فبراير خلاص الدنيا وقفت فهتبدأ كل يا جماعة اللي عنده مخازن هتبدأ تكشف لان ما فيش امدادات للغذاء وللحبوب من اي دولة اه تاني وبيتقول في الاخر سيعاني نحو اه مية تلاتة وتسعين مليون شخص في تلاتة وخمسين بلدا واقليما بشدة من انعدام الامن الغذائي نهائيا وسيحتاجون الى المساعدة بشكل عاجل ووفقا للتوقعات ان مثلا عندهم بعض الدول العربية مثل اليمن والصومال والسودان انها بدأت بالفعل في الشعور بانعدام الغذاء وبداية المجاعات وسينتقل الامر الى الدول العربية ثم الشرق الاوسط واستنادا الى بيانات منظمة الاغذية والزراعة فان اوكرانيا وروسيا بتنتج طبعا كذا في المية من كذا ومش عارف ايه وكلام من ده وكده وبعد كده بيتكلم على تركيا ثم مصر ستتصدران قائمة المتضررين لان بياخدوا طبعا حوالي 80% او 70% من صادراتهم من روسيا ومن اوكرانيا ثم تمتد بعد ذلك الى شمال افريقيا بسبب الزراعة وسوق المناخ ثم تمتد بعد ذلك الى بقية الدول العربية ودول الخليج بصوا جماعة انا ما اعتقل هي متدت قريديو في العالم كله لكن لسه في بعض التخزين وبعض المخازن اللي لسه فيها اغذية فعشان كده الدنيا شوية متغطية وفيه اكل يعني اللي عايز يجيب اكل بيجيب السعر غالي اه لكن اللي عايز يجيب حاجة بيجيبها حتى الان ولكن التوقعات ان اعظم دولة ولا اكبر دولة عندها رصيد قد ايه اربع شهور تلت شهور خمس شهور ده اللي تقدر دولة اه تخزنه بالنسبة للملايين اللي في الدول دي ولكن اه مفيش الحرب مش هتخلص في تلت شهور ولا اربع شهور كل الاستنتاجات بتقول ان الحرب مكملة سنة كمان سنتين كمان لغاية ما هتخش على دول تانية وتالتة وهتبقى الموضوع صعب جدا فبعد التلت شهور اللي جايين بعد الاربع او الدولة فيها اربع خمس شهور مش هتستنى لغاية ما تبقى زيرو فاكيد هيبدأ بعد شهر شهرين الفترة اللي جاية ديت لما الارصدة توصل للنص او تبقى خلاص هتبدأ تكشف اكيد هيمنع ويوقفوا بعض الاخذية فالنصيح على حضرتك زي ما قلت لك قبل كده حافظ على اي سيولة معاك حافظ على اي قرش حافظ على اي كاش مع حضرتك وبلاش شراء اي كماليات نهائيا الفترة الجاية بلاش تغير عربيتك ولا تغير موبايلك ولا تغير اللابتوب ولا تغير الكمبيوتر ولا تغير اي حاجة ما انتشف حاجة ليها ضروري جدا 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 هتبقى فيه قولنا ازمة سيولة هتبقى فيه ارتفاع اسعار غير عادي هتبقى فيه موجة تضخم كبيرة جدا الفترة الجاية هيبقى فيه شح في الامدادات هيبقى فيه شح في الاغذية اللي خلى اوروبا كلها تبدأ تسرق من المتاجر وتسرق من المولات ده معناه ان خلاص بقى فيه شح وارتفاع اسعار غير عادي ممكن يحصل ده عندنا فبطلب من حضرتك الاحتفاظ باموالك والاحتفاظ ببعض المواد الجفة اه الاغذية الجفة زي الدقيق الرز الماكارونا الحاجات دية اللي تنفع تتخزن لفترات اه طويلة لغاية ما ربنا يعديها على خير في هذا العام قلنا عام البلاء وعام الوباء هنخش بعد كده على الموضوع بتاع اه الفلوانزة اه الطماطم وده عبارة عن ايه برضو نجيبه ادي معنا الخبر وظاهر فيه اه ونظهر الخبر كله كده بيقولك الفلوانزة الطماطم فيروس جديد يهدد الاطفال وطريقة واحدة تمنع انتشاره وده لو شفته بتاريخ تسعة وعشرين خمسة عشرين اتنين وعشرين الفلوانزة الطماطم فيروس جديد يهدد الاطفال وطريقة واحدة تمنع انتشاره طيب وفيه خبر تاني برضو الفلوانزة الطماطم سبع اعراض تكشف الاصابة وطبعا زي ما انتم شايفين بيعمل ايه في الايدين وبيعني ليه حاجات تعالوا نقرأ اغلبية المقالات اللي طلعة انا ملخصها لحضراتكم فنقراها ونشوف بيقولوا عنه ايه بالزبط ونبدأ مع بعض نقرأ المقالة ديت او الطريقة بيقولك لم ينتهي العالم من تبعات فيروس كورونا المستجد الذي لا يزال يطارد البشرية وانتشار جدري القرود حتى ظهر فيروس جديد يسمى الفلوانزة الطماطم حيث اعلنت السلطات الهندية اكتشافها ستة وعشرين حالة اصابة بالفيروس والمفارقة ان جميعهم من الاطفال واول ظهور ليه حتى الان هو في الهند واثار ظهور فيروس الفلوانزة الطماطم القلق حول العالم خوفا من انتشاره بين الاطفال الامر الذي جعل منظمة الصحة العالمية وخاصة الفرع الاقليمي للشرق الاوسط الى الخروج والاعلان عن هذا الفيروس وانه حتى الان يتم دراسته وتستعرض بوابة الاهرام في السطور التالية على ما تريد معرفته عن الفلوانزة الطماطم من اعراض وطرق الوقاية والعلاج ما هي انفلوانزة الطماطم انفلوانزة الطماطم والمعروفة ايضا باسم حمى الطماطم هي مرض فيروسي يسبب ظهور بصور او طفح جلدي في اجزاء متفرقة من الجسم وتؤثر الفلوانزة الطماطم بشكل كبير على الاطفال الذين تقل اعمرهم عن خمس سنوات وليس لها اي علاقة بالطماطم في الاكل يسمى فيروس الفلوانزة الطماطم بهذا الاسم لانها تنتج بصور حمراء اللون على الجلد في اماكن مختلفة من الجسم وعندما تصبح اكبر حجما يتحول شكلها الى ما يشبه الطماطم ومن هنا جاءت تسميتها بحمى الطماطم او انفلوانزة الطماطم ولكن العدوى ليس لها علاقة فعلية باستخدام الطماطم في الاكل وانفلوانزة الطماطم مستوطنة في ولاية كيرالا وسببها الدقيق غير معروف حتى الان وبخلاف الطفح الجلدي فان معظم الاعراض سواء الحمى الشديدة والام الجسم والام المفاصل والغثيان كلها اعراض تشبه تقريبا اعراض حمى الضنكا او الشينكولينيا وهو مرض فيروسي اخر منقول بالبعود ومن اعراض الفلوانزة الطماطم يا جماعة فهناك العديد من الاعراض الخاصة بالفلوانزة الطماطم وتشمل اعراض الاولية للمرض ما يلي ظهور بثور كبيرة بحجم الطماطم يكون لونها احمر في اماكن مختلفة من الجسم الطفح الجلدي تهيج الجلد ارتفاع في درجات الحرارة جفاف الجسم الام شديدة في الجسم تورم المفاصل وغثيان وقيء المغص السعال العطس سيلان الانف تغير في لون اليدين والركبتين اسباب ان فلوانزة الطماطم لا تزال الاسباب الرئيسية للاصابة بالفلوانزة الطماطم غير معروفة حتى الان ووفقا للتقارير فان الهند لم تشهد سوى القليل من الحالات الاصابة حتى الان ولكن حذر المسؤولون من انتشار المرض في مناطق اخرى التي لم تتخذ اي اجراءات وقائية لانه مرض معدي طيب حل الفلوانزة الطماطم معدية بالفعل فان الفلوانزة الطماطم معدية ويجب ابقاء الاطفال المصابين في عزل لان هذه الفلوانزة يمكن ان تتشر بسرعة جدا من شخص الى اخر ولكن على الرغم من ذلك اكد المسؤولون ان المرض ممكن تحجيمه وانه ممكن ان يكون غير مميت ومن المستحسن تجنب الاتصال مع اي طفل مصاب علاج الفلوانزة الطماطم لا يوجد حاليا علاج محدد لالفلوانزة الطماطم ولذلك ولا يمكن السيطرة على هذا المرض الا من خلال الاعراض ولكن الدكتور فلان استاذ علم انتشار الابقاء يؤكد ان العلاج عبارة عن مضادات للاعراض وخافض الحرارة ليس الا لانه لم يتم اكتشاف فيكسيم او مضادات للفيروس حتى الان كيفية التعامل مع طفل المصاب بالفلوانزة الطماطم اولا استشارة الطبيب الاهتمام بنظافة الطفل منع الطفل المصاب من حك البصور منعا لانتشار العدوى اعطاء الطفل القدر الكافي من المياه لترتيب جسمه تعقيم ملابسه وادواته الشخصية استخدام الماء الدافئ في تحميم الطفل تجنب الاتصال الوسيق قدر الامكان الالتزام باعتاء مضادات للاعراض وخافض للحرارة هنا بيقول لك تجنب اجراءات وقائية من الفلوانزة الطماطم تجنب الاتصال الفوري مع الشخص المصاب تثقيف الطفل حول العلامات والاعراض واثارها الجانبية تجنب العناق والمصافحة واللمس خاصة للذين يعانون من اعراض الحمى او ارتفاع درجة الحرارة او الطفح الجلدي الالتزام بغسيل اليدين والنظافة الشخصية وطبعا يا جماعة لازم تعلموا ولادكم اول ما تظهر اي حاجة في جسمهم او يحس بحرارة او يلاقي طفحة او لون غريب على جسمه لازم يبلغكوا فورا علشان الدنيا ما تنتشرش ولغاية ما نشوف منظمة الصحة العالمية هتعمل مؤتمر بعد يومين بتقول بخصوص هذا الفيروس وكمان بتشوفوا حول العالم هل هو في الهند فقط ولا بدأ يظهر في دول اخرى ربنا يعفينا ويعفيكم ويسترها على ولادنا ويحميهم وطبعا قلنا هنعد العام ده هنشوف فيه حاجات غريبة وهنشوف فيه فيروسات غريبة وهنشوف فيه يعني كل شيء غريب ومريب في هذا العام عام البلاء وعام الغلاء تاني بحذركم من موجة الغلاء القادمة يا جماعة موجة التضخم اللي جاية فاعمل حسابك عليها عشان لا تفاجأ خلينا معاكم في كل حاجة جديدة وفي كل حاجة غريبة وفي كل خبر مهم هتلاقونا معاكم حتى التوقعات المهمة هتلاقونا معاكم في كل يوم وكل لحظة وننهي هذا الفيديو أو هذه الحلقة بالدعاء لله تاني عشان ناخد طاقة إيجابية وعشان نطلب من الله ونتضرع إلى الله جميعا برفع غضبه عن البشرية أجمع فنقول اللهم ارفعنا البلاء وادفعنا الوباء وانذر رحمتك ولطفك علي عبادك يا رب العالمين أمين في هذا العام عام البلاء والغلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء وادفع عنا الوباء وانذر رحمتك ولطفك علي عبادك يا رب العالمين أمين كلمة أمين لو كتبتها قلت لك ممكن تبقى ثواب كبير جدا ليك ما تعرفش هيفتح لك أبواب إيه ومش ستخسر حاجة لو كتبتها بشكر حضراتكم على وقتكم وبشكر حضراتكم على وجودكم معايا لغاية نهاية هذا الفيديو وبتمنى أن حضرتك ما تبخلش علي في اللايك اللايك قلنا هو المصدر الوحيد اللي بيفيدنا تاني حاجة يا ريت حضرتك تنشر الفيديو لتعم الفائدة للآخرين وتشير الفيديو في كل المواقع على الانترنت إذا كان فيسبوك أو إذا كان أي موقع آخر شكرا لكم شكرا لوجودكم كان معكم فادي فكري من قناة سر للغاية فادي فكري والسلام ختام